أحمد أهلا بك معنا من جديد تضعنا في آخر أي جديد أيضا إن كان بالنسبة إلى البيانات أو التصريحات وحول ما يجري حول هذه العملية العسكرية أيضا حتى الآن بطبيعة الحال قصف إسرائيلي متواصل ومتلاحق على مناطق مختلفة أو مناطق عدة في قطاع غزة نحاول بعد مرور هذه الساعات أن نعرف إلى أين ستكون وجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي الميدانية الاستنادا إلى أمرين الأمر الأول هو أين تتركز الغارات والأمر الثاني أين تتركز عمليات التهجير والمفارقة أن الغارات كانت الليلة الماضية تتركز على مناطق خان يونس جنوبي قطاع غزة لكن عمليات التهجير الآن تتركز بالأساس في المناطق الشمالية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذكر أن على أهالي مناطق شمالية القطاع منها خان يونس والشجاعية وأحياء في الشرق من مدينة غزة مغادرة تلك المناطق إلى مناطق أخرى هذا يشير لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تعمل في هذه المناطق بحسب ما تنقل وسائل إعلام أجنبية تحديدا الفينانيشال تايمز عن مسؤولين إسرائيليين فإن قوات الاحتلال على ما يبدو ستعمل بشكل متوازي شمالية القطاع وجنوبية القطاع أيضاً كانت قد بدأت عشية التهرئة التقدم بشكل محدود جداً في شريط ضيق بجنوب منطقة خان يونس حتى الآن هذه المنطقة التي تتواغل فيها قوات الاحتلال بشكل محدود جنوبي خان يونس لا تهدد خان يونس بشكل مباشر عبر إطباق الحصار عليها كما حدث مع مدينة غزة أو غيرها من المناطق شمالي القطاع على العموم هناك 100 من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب تسريبات وسائل الإعلام لاستكمال عمليات التدمير في شمالي قطاع غزة رغم أنه يقول أن الثقل الأساسي لحركة حماس الآن هو في مناطق الجنوب لكنه يرغب باستكمال تدمير مناطق الشمال حتى الآن عمليات التدمير هناك وصلت إلى 40% من كل تلك المناطق حجم دمار هائل جداً لكن قوات الاحتلال تعتبر أن ذلك قليل وأنها لم تصل بعد إلى كافة المناطق التي تريد الوصول إليها في شمالي قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب تجنبت الدخول إلى المواقع التي شهرت معارك دارية في الحروب السابقة تحديداً منطقة الشجاعية على سبيل المثال التي تعرضت فيها قوات الاحتلال لخسائر كبيرة في حرب العام 2014 تجنبت هذه المنطقة لأنها تعتبر أن القوات الدفاعية والهجومية الأساسية للقسام شمالية القطاع في منطقة الشجاعية وأيضاً في منطقة جباليا الآن معاد بإمكان الاحتلال الإسرائيلي الاكتفاء بالبقاء خارج تلك المناطق هو مضطر لأن يدخلها بالتالي سيبدأ بعد خسائر أكثر خصوصاً في أرواح الجنود الإسرائيليين كما ترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية لكن أيضاً المناطق الجنوبية لاحتلال الإسرائيلي يتوعد بشن حرب عليها والتساؤلات التي تطرح إن كان في منطقة بيت حانون التي يقول إن الدفاعات المقاومة فيها ليست مرتفعة هو منذ أربعة أسابيع تقريباً وهو عالق في تلك المنطقة غير قادر على التقدم فكيف سيتقدم في مناطق مثل الشجاعية ومثل خان يونس